السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم الواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام الجزء الرقم 7 من الفصل الخامس هنتكلم على factors affecting on diffusion الحقيقة العامل اللي بتأثر على diffusion أحاجات مختلفة زي نمرة واحد temperature و diffusion coefficient لأننا طبعاً عارفين أن diffusion يحتاج إلى activated energy عشان يحصل نوع من أنواع diffusion وبالتالي الحرارة تعتمد أو تؤثر على الإيه على diffusion الحاجة الثانية diffusion coefficient بيعتمد على crystal structure يعني إذا كانت المادة PCC تختارف عن FCC بعد كده type of diffusion نوع diffusion بيفرق إذا كان volume diffusion أو إذا كان green boundary diffusion أو إذا كان surface diffusion الحاجة الثالثة الTIME شيء طبيعي الTIME كل ما يزيد الTIME كل ما يزيد عملية diffusion بعد كده عند الدمينتنس عن bonding and crystal structure الحقيقة بيعتمد بأيضاً الدفيوجن على نوع الروابط ما بين الزرات كل ما يكون الروابط قوية كل ما يكون عملية الدفيوجن بسيطة وكل ما يكون روابط ضعيفة يكون عملية الدفيوجن أكثر بالتالي برضو لو عندي PCC وعندي FCC الFCC يكون أعلى في الدفيوجن من الBCC واحتاجة يكتبيني H&E أقل ليه؟ لأنه عندي في الFCC عندي عدد فراغات كبيرة وبالتالي يسمح بمرور عدد كبير من الزرات الداخل حاجة الثالثة Dependance on concentration of diffusion spacing and composition of matrix شيء طبيعي أنه هو يعتمد على الconcentration أو الconcentration يعتمد على تركيز المواد اللي هي هيعملية الدفيوجن وعلى أيضاً الchemical composition بتاع الماتريكس اللي يتم داخله الدفيوجن تعالوا نشوف الرسمة اللي قدامنا في الحقيقة اللي هي بتوضح الدفيوجن coefficient وبتوضح الactivation energy لما نشوف هنا ده بيعبر عن the diffusion coefficient D as a function of temperature for the sum material and ceramics in the arhaneus polite D represented the rate of diffusion process تعالوا نشوف الدنيا ماشي هزاي أبص ألاقي هنا أن أولاً نبص ألاقي كل FCC كل FCC تحتاج إلى activation energy أقل بينما BCC تحتاج activation energy أعلى تمام طيب الحاجة التانية أبص ألاقي أن عندي مثلاً الدفيوجن لما يكون محتاج فيه كربون أو هيدروجين يحتاج إلى برضو أو يكون أقوى وأكبر في FCC عن BCC وبالتالي كل ما تزيد درجة الحرارة كل ما تزيد درجة الحرارة تحصل activation energy تزيد وبالتالي يحصل دفيوجن أعلى لما نيجي نبص الشاشة أو الكيرف اللي قدامنا اللي هو يعبر عن activation energy وبيعبر عن temperature لي العديد من الماتيريال بيقول أنه كلما كانت الماتيريال درجة انسهارها عالية كلما كان الدفيوجن يحصل فيها أكتر ليه لأن الشئ طبيعي أن temperature تعتبر من محفزات الدفيوجن وبالتالي يحصل فيها عملية حتى self الدفيوجن تحصل فيها بشكل أكبر شكرا